السلام عليكم تمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله اليوم غادي نحضر معكم العجينة المورقة تقريبا واحد درس كامل للمبتدئات عفوا والمبتدئين غادي تلقاوا ان شاء الله جميع النصائح باش نجح لكم هاد الوصفة وغادي نعطيكم كده الاقتراحات ديال حشوة جوج ديال حشوات اللي بسات بزف غادي نديرو ان شاء الله في هاد لي شوصون رائعة جدا جدا حشوة بسيطة لكن لديدة بزف كدلك واحد للبيتزات هكذا بالعجين المورق اللي فيهم كدلك حشوة بسيطة تابعوا الفيديو للاخر نخليكم على بركة الله مع المكونات اللي غادي نحتاجوا لهم نصف كيلو من الدقيق اي 500 جرام الدقيق ديال الحلويات عندي 370 جرام من 370 جرام حتى 375 جرام ديال زبدة ديال الطرق ماشي اي زبدة خاصة بالطرق راه موجودة والاتمينة في المتناول عندي 10 جرام ديال السكار و 7 جرام ديال الملحة 280 مليليتر ديال الماء عادي من الروبيني ما تقولوش لي يعطيني العبار بالديال الزبدة او ديال الماء بالملاعيق ولا بالكووس اللي ضروري وزنوا المكونات بالنسبة للسكار فممكن تعملوا ملعقة صغيرة ونصف ديال السكار هي 10 جرام وملعقة صغيرة من الملح غير مملوء جيدا هي 7 جرام لما باقي ضروري تعبروه هنا غادي نغرب النصف كيلو من الدقيق اي 500 جرام خاص بي الحلوية تنأكد راه موجود متوفر هنا عبرت 500 جرام ديال الدقيق من 370 جرام ديال الزبدة من 370 جرام حتى 375 جرام ذيك 5 جرام ما شي مشكل المهم الزبدة راتتكون 370 جرام بخمسمائة جرام ديال الفورس او الدقيق الابيض بنسبة لهاد الزبدة فما خليتها شفت اللاجم اللي خديتها خليتها في حرارة لما طبخ تقلب من واحد ليلة كاملة باش لاتنخدم بها ما تفرتت شو تعدبني لان الزبدة ديال الطرق ولو تتلين ما تدوب شبح الزبدة ديال الحليب اي ديال العبار طرية ضروري ما تنخلقواها هاكده فحرارة لمطبخ باش نخدموه بكل سهولة غدي ناخد واحد الورقة ديال الطاهي وغدي نضغط عليها بحل هاد الشكل بنسبة لواحد سؤالتي يجيني بزف بزف لان هاد الوصفة سبق نزلتها لكم تقريبا عامين دابا واش هادي هي اللي تنصيبوا بها الكرواسون او الحجلة تتكون خامرة هاكده وتناخدوها بحل الشنيك اللي تناخدوه من المخبازات لا ماشي هي هي رأى نفس الوصفة تقريبا لكن هاديك فيها الخميرة ديال ديال الخبز تتخمر هادي تنعجنو فيها مملاحات تنعجنو بها عفوا مملاحات وهي باش نصيبوا الملفعي تنصيبوا بها الملفعي وجميع المورقات بحال الحاجات اللي تتكون مالحة وكذلك الحاجات تتكون حلوة ممكن نعمرها بحاجة حلوة لكن هي تتورق تتطيب تتكون مورقة لكن ما تتخمر ان شاء الله غادي نحضر معاكم الوصفة ديال الكرواسون بنسبة للدقيق فاغربلتو وضفت عليه داك اللماء اللي خلطت مع الملحة والسكار الملحة والسكار تنخلطوه غير باش يسهل عليا تخلطوه مع الدقيق ما تندلكش نهائيا واخذ ربط لكم المقطع غير باش ما يكون شاي الفيديو مميل هنا تنجمع بالأصابيع بحال شكل ديال لابات بغيزي او لابات سابلي غادي نحتاج 180 مليتر بالضبط ديال اللماء يلاش فتراسي باقي واحد شوية الدقيق هكذا ما تتجمع تنزيد غير واحد القاطرات فقط ما تكتلوش لماء لانا الكيميا مضبوطة الا الا الدقيق هكذا حتاج يتوقش اقتيرات هكذا من الماء وتنجمع العجين على هاد الشكل سلحتاغي باش نتأكد انا ما بقاش ليه الدقيق وما تندلكش نأكد وتنجمعها فتراسيك غدائي تنحطها في تلاجة نصف ساعة ضروري هاد العملية من بعد ما مرت نصف ساعة خرجت العجين من التلاجة وبالنسبة الزبدة ما احتطاش في تلاجة غير دات لها ديك الطريقة هكذا بورقتها هي باش يسالع لياه نحطها في هذا العجين وحتطها غير في حرارة لمطبخ دائما نفس الدقيق باش خدمت الدقيق الابيض غادي نبدأ نغبر طاولة ديالعمال ماشي بزاف تاني باش من نقصحش العجينة كتر من القياس اللي انا ستكون شوية بحل بات صابلي ما تتكونش مطلوقة بزاف وما تتكونش نهائيا مرخية اي مرخوفة بزاف تتكون بين وبين دائما شوي ديال دقيق ما نبالغش نصرح العجين بكل سهولة وتنحط هدك المربع ديال الزبدة اللي شكلت غير باش يساعدني اني نصرحو في العجين بالنسبة بالزاف ديال الوصفات ممكن تحكو هكذا الزبدة بالحكاكة لكن صراحة الطريقة تجي سهلة بلادك الزبدة تبقى هكذا كمفرتطة وهذا النظر ديالي وممكن تحكوه الى بغيتو المهم هدية الطريقة الاصلية طوي وكيف بغيتو العجين المهم هو بحل تلمطوها هكذا شفتو على شكل مربع المهم ما تبقاش تبان ديك الزبدة نهائيا في العجينة من بعد تنسرحها بكل سهولة شوفوا معي رمخلتها تشترح نهائيا بنسبة لهذا العجل المورق فهو سريع جدا في عشرات دقيقة غادي تحضروا ان شاء الله وغادي تحطوه في المجمد غادي ينفعكم في بزاف ديال الوصفات كيف يمكن تحتفظو بيه في التلاجة حتى الثلاثة أيام بنسبة لي تنخلي حتى الثلاثة أيام ممكن حتى الأسبوع وفي المجمد ممكن من شهر حتى الشهرين أو طلت شهر لكن دائما تنفضل ما نبلغوش في التجميد شوفوا معي نصرحة العجين على الطول وده بتنعطيها شوي ديال العرض وغادي نرجع نعطيها شوي ديال الطول كذلك تبعوا معي الطريقة باش ما تتخربقوش في الطويات وتديرو الطوي والعجينة بواحد شكل صحيح باش ما تجيكمش العجين هكذا ما نجحاش شوفوا معي من اللي صرحتها على الطول تاني جيتا نطني هاد الطرف هكا قصير والطرف الآخر كبير شوية ليش غير باش ما تجينيش جيك لفتحة فوص العجين إلا درتوا ما هكذا متسويين غادي تجيني ديك لفتحة فوص العجينة احنا بغينا جي هكذا بالجنب ذاك شير باش نديرو هاد الطرف كبير والطرف الآخر صغير وتندورها دائما ذاك الفتحات اللي طوي تديرو معايدكم ليمن باش تعقلوا عليهم يدي ليمن دائما ذاك الفتحات وتنعطيها ثاني الطول وتنعود تنعطيها شوية للعرض هاد العجين وتنعود نرجع ذاك الطول دائما هو اللي تيكون قبالتي ودائما الفتحة تكون عليمن راها الطريقة واضحة تنعود نطوي هادا تنسميه دوبل طوغ باش ما نبقاوش تنطويه دوبل طويت هكذا كل مرة ونديرو ستة دوارات ولا تنديرو هكذا هادا دوبل طوغ تنجينا سريعات نديرو غير تادي المرات ذاك كل مرات تتحسب بجوج دائما تنذوق الطويت اللي تيكونوا هما اللي علي يدي ليمن وتنسرح بكل سهولة دائما تنعطي الطول لعجين وتنعطيها شوية ديال العرض وذاك الطول هو اللي تنعود نرجع نطوي منه ماشي العرض شوفوا معايا ذاك تنعطيها شوية ديال العرض طريقة راه واضحة وبالزاف ديال أخوات تجربوا الوصفة اللي كنت نزلت وراه النجحات معاهم ودائما تعليقاتهم تلقاهم في الوصفة بأنها ناجحة وسهلة دائما شوفوا معايا العجين تيطوع معاكم بكل سهولة ودائما هدية طويلة نديرو دا بصافي كملنا درنا ثلاثة ديال الضوارات اللي هي ستة كون درناهم بديك الطريقة العادية صافي خديت هنا واحد نموس ولا أي حاجة قطعتهم على ثلاثة غير مشاريع المقطع بنسبة لهاد العجين اللي رجعتوا الفيديو السابق اللي كنت صورت لكم مع عمين دابة غتلقوا أنني تقريبا حصلت على نفس الكيمية ديالعجين مورق واحد الكيلو ومية وسبعين جرام انتم ما شوفوا مية وسبعين وتقريبا في ديالوصفة كيلو ومية وسبعين أي مكينش واحد الفرق كبير لأن المقادير مضبوطة هنا تتأخذوا كل طريف هكذا تتحطوه في بلاستيك غذائي وتتحطو تال وقت اللي بغيتو تخدمو به وتتلقاوه واجد إما في الكنجيلاتور أو غير في تلاجة بالنسبة لي بيتهاد العجين غير في تلاجة حتى لغدو كملت معكم الوصفة هادو طرف هادو جمدتو غدي نخليه في الكنجيلاتور وهادو غدي نخدم معاكم إن شاء الله دي شوصون فيتزات كذلك لما الحين إلى خرجتو العجين سواء من المجمد أو تلاجة ضرورة تتخلوه في حالة لمطبخ واحد ساعة تتلين معاكم هادوك العجينة عجين عا تتخدمو به باش ما تبقاش الزبدة تفرتد تترجع للقوام الأصلي ديالها دائما تنغبر بالقليل من الدقيق شوفوا إلا لقيتش تعليق في تدات هدريب الزفر غدي نمسحه بكل صراحة لأني تنبدل مجهود باش نشرح الوصفة وفي الآخر تديش أخت ربما درها راسها ربما بغاش تسمع الصوت ما تجيش تكتب لي عفاك تعليق لأني تنشرح ما للقلب إلا ما بغيتش تسمعي الصوت حي دي هو بلا ما تخذوك تعليقات المهم سمحوا لي المتتبعات ديالي علاش قلت هاد الكلام هنا شوفوا طباعة هادوك البيتزات تقريبا عندي 11 سنتيبلي في ذاك المول باش نعطيكم حتى العبار إلى شط لكم العجين ديروا وحدة فوق وحدة ما تنيوهاش ما تعجنوهاش ديروا وحدة فوق وحدة وغادي تصرحوا مباشرة وغادي تكملوا الوصفة هنا غادي نصيبوا إن شاء الله بيتزات وديشوا الصوم بنفس هاد الدوائر اللي عملت معاكم وبنفس الطريقة غادي نصرح إن شاء الله حتى العجين اللي بقات لي ديك الطريف اللي بقالية شوفوا معايا لمشيتوا المتاجر الكوبرا دك الطريف اللي غادي نخدموا بيحنا ديالبيتزات شحال تيدير تقاربين 21 درهم باش غادي تاخدوه أو حسب مني نخديته إذا انت تطح اقتصادية اللي تعلمتها سيبتواغي في المنزل خدي تقاربين واحد جمعة القكبار ونصف ديال جوبن أي جوبن عندكم الطريقة وديال الدهن خلطوا معا شوي ديال الفرماج الأحمر أو أي جوبن كدلك تتوفروا عليه وغادي نضيف لدان دو فيمي اللي هو لحم الديك الرومي المدخن تيجي ها اللي تتكون بعد المرات عندنا الشيح وجهت هكذا في كلاجة فتنخلطوا بينتهم تنحصلوا إلى حشوات اللي هائلة وتنعتمدوا هكذا في الحشوات طبخة عبارة عن تجارب هكذا لا غير هنا غادي تقطعوا إما باليد ديالكم ساهل أو باللبسيك اللي بغيتو واحد رشيشة خفيفة ديال الزعتر وشوي ديال فلفل أسود اللي هو البزار وغادي نضيف شوي ديال الملحة فقط لأني عندي الفرماج حمر مالح وعندي لدان كدلك مالح وعندي الجوبن كدلك في الملحة الممغية باش تسحو الدوق لا غير هنا غادي ناخد دوكل الدوائر اللي كنت طبعت غادي نخلط واحد الأصفر بيضة خلطوه مع غير شوي ديال الأبيض فقط واحد الاقتيرات ديال الخل اي غادي تخليوا غير واحد شوي ديال أبيض ديال البيض وغادي تديروا أصفر بيضة كامل وتخلطوه معاها اقتيرات ديال الخل واحد وش اقتيرات ديال ثلاثة على باش ما تبقاش لكم الرائحة ضروري تندهنوا وما تنوصلوش دوكل حواف ديال العجين المورق إلا قدرنا لهم البيض بحال تنحبسو دك الطرق ديالهم تنقول ليه ما تطلعش للبران بحال عكدا ما توصلوش البيض نهائيا لدوكل حواف ديال العجين بالنسبة لهاد الحشوة تجيني قد قدمعها هاد الكيمية اللي درت ما نقول لكم مش هاد الحشوة رائعة جدا غا تعتمدوا ان شاء الله في بزف ديال الحويجات من هالي كيش اللي بغت تديرو ان شاء الله بالطريقة اللي كنت قدمت لكم تديروها هكدا مع لابا غي اكيش تديرو نفس المكونات اللي اعتدتكم اليوم تضيفوهم كذلك لذيك الحشوة تيجيو هائلين مهم اعتمدوها في الفطائر اللي غادي تحضروا بالعجين العادي مهم شي حاجة ان شاء الله غادي تترحموني عليها كيف تنقولو سافي ضروري متن ضغط بحال هاد الشكل ايما تخليوا بحال هاد الشكل هادا غير بالآصابيع ديالكم او غادي تكملوا الطريقة هكدا تضغطوهم زيان على اللي عاجين باش تسد ما تتحلش الفران وماشي مشكل حتى لاتتحلتش وحدا هكا ماشي مشكل متي تتحلوش كاملهم إلي لك فيوم هاد الحشوة ديال الجوبن فاتتكون هكدا وحدا بعد المرات اوجوج هكدا تي تيتشقو لكن ماشي بزاف المهم هادي حالة تيوقعو اضغط عليهم بالجانب من السيكين اللي بغيتو هكدا تضغط عليهم الجمالية فقط وغادي ندهن ودائما ما غاديش نوصل لذوك الحواف ديال العاجين المورق غادي ندير هاد الشكل هادا خطوط باش فالشي طيبوتي يعطيوا واحد شكل زوي وهادك العاجين دوك المربعات شاطولية وغادي ما يضيعوش هكدا غادي نطيبوهم بلا حشوة دلت واحد شوية ديال بافوي لتوفر سيعته واحد الجمالية كذلك وغادي ندخل هاد الشوصون المجمد نصف ساعة علاش باش باش إلا دخلتهم للفرن وهو سخون يكون دا كله الشوك يكونو هما باردين بزاف والحرارة ديال الفرن مرتفعة تما في انتي تنفخ العاجين المورق والفرن تنأكد يكون سخون بزاف بزاف تقريبا واحد العشرة ديال دقيق على ميتين وعشرين دراجة دخلوا لشوصون أو بيزات أو أي مملاحات بالعاجل المورق باش تبغيوا تطيبوهم دخلوهم واحد الخمسة ديال دقيق حتى الثمانية حتى تيشدوها كده راسهم تتشمع العجين من بعد وتتنفخ من بعد تتهبطو الحرارة الـ 170 أو 180 درجة دخلوهم يطيبوه على خاطرهم والطوون تتكونش من هالأسفل تتكون شوية واحد شوية هكده الفوق عليه وصفي إلا كانت المروحة كان أفضل هي السر ديال هاد العاجل المورق باش ينتفخ ما كانت غادي تشعلو من الفوق والتحت شفتو المورقات تعقوم تحمرو من الفوق غادي تطفيو الفوق وتخليو لتحت يكملو الطياب بالنسبة لفور الغاز كده ليكتخنوه بعشرات دقيق أو أكتر من قبل يكون سخون جيدا مليكتدخلو هاد العاجل المورق غادي تخليوه على واحد درجة متوسطة في الأول واحد خمسة حتى لثمانية ديال دقيق أو أقل وغادي تخفضو الحرارة حتي طيبو وتورقو على خاطرهم وبنسبة لها الدوائر ديالبيتزا من اللي قطعتهم حتيتهم في الفريقو أي الموجام ميد مدة نصف ساعة من بعد خرج العاجل دهنت وكدلك بأصفر البيض وعمرتو بهد الحشوة السهلة واحد شوية ديال سلسة ديالبيتزا زي لطفرات أو سلسلة تنحضره في المنزل شوية ديال البصلة اللي شحرت مع زيت زيتون اللي بزار مليحة وغادي نديرها وغادي ندير على واحد شرائح ديال طماطي ملي هي مطيشة شوية ديال الزيتون خضر وشوية ديال فرماج على كل دائرة وها هما واجدين بحل تناخدوه من المتاجر الكبرى وتيكون بواحد تمل لمشي في المتدول ما ممكنش ناخدوه واحد كمية اللي كبيرة شوفوا معي العاجل طرق ديال وماشاء الله تيجي رائع تنتمنى نكون توفقت في الشرح العاجل موراق ما يبقاش صعيب عليكم لأنه ساهل وكذلك هناك نتحضرتو مع ديك البيتزا بالدقيق الكامل للأسف ما تشفتش للأسف الفيديو رائع واجربوا أخوات ونجحات بعاهم لكن ما اخداش حقو كيف بزاف ديال الفيديوهات مؤخرا في القناة ماشي مشكلة المهم هو أن بزاف ديال المتتبعات اللي متبعي للقناة ومسانديني منذ البداية تيستفدو من الوصفات ديالي وتيجربوهم وتيعتمدوهم أكيد تنتمنى لكم أوقات ممتعة بسلام عليكم